حذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن أفغانستان على وشك الوقوع في أزمة إنسانية حيث سيضطر المزيد من الأفغان إلى الفرار من ديارهم خوفا من العيش تحت سيطرة طالبان وتصاعد العنف مع الميليشيات ورفعت الأمم المتحدة سقف تحذيراتها من احتمال تشريد آلاف الأفغانيين نتيجة ضغط طالبان للاستيلاء على السلطة بعد انسحاب القوات الأجنبية بينما ارتفع عدد الضحايا المدنيين وفقا للمفوضية بنسبة 29% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي وأدى تقدم طالبان خلال الأسبوعين الماضيين إلى نزوح أكثر من 5600 أسرى معظمهم في المناطق الشمالية من البلاد وفقا لوزارة اللاجئين الأفغانية وحذرت الأمم المتحدة من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان ووقف العنف سيؤدي إلى مزيد من النزوح داخل البلاد وإلى البلدان المجاورة وما أبعد من ذلك وعزت المفوضية أسباب الفرار لتدهور الوضع الأمني والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة والعبوات الناسفة على الطرق الرئيسية فضلا عن فقدان الدخل وانقطاع الخدمات الاجتماعية ومنذ يناير الماضي سجلت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد ما رفع إجمالية عدد السكان الذين أجبروا على ترك منازلهم إلى أكثر من 3 ملايين ونصف مليون شخص السيطرة على حدود أفغانستان أحد أهداف حركة طالبان خلال قتالها الحكومة الأفغانية منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من البلاد وكثفت الحركة هجماتها للإستيلاء على أبرز المعابر الحدودية استولى مسلحو الحركة على معبري إسلام قلعة عند الحدود الأفغانية الإيرانية وترغوندي عند الحدود مع ترك منستان في ولاية هيرات شمال غربي البلاد يعد إسلام قلعة من أبرز المعابر الحدودية في أفغانستان وتمر عبره معظم التجارة بين البلدين إلى الجنوب في ولاية قندهار سيطرت الحركة على معبر سبينبول لاك بين بلدة شامال الباكستانية وبلدة وش الأفغانية سقط معبر شير خان بندر الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية شمال مدينة قندوز مع طاجكستان بيد طالبان التي شرعت بتحصيل عائدات الجمارك منه وأسفرت المعارك للسيطرة على المعبر إلى فرار 134 من حرس الحدود الأفغاني إلى طاجكستان وتسمح السيطرة على المراكز الحدودية الأفغانية لطالبان بتحصيل الإيرادات وتحقيق دخل فوري منه ضم إلينا من واشنطن مارفن وينباون مدير الدراسات الأفغانية والباكستانية في معهد الشرق الأوسط من كابل الدكتور فضل الهادي وزين رئيس مركز أفغانستان لدراسات والإعلام مرحبا بكما ضيفي الكريم نبدأ معك شيد مارفن هل باعتقادك يمكن القول الآن بأن بنية الدورة الأفغانية نفسها أصبحت مهددة بإمكانها فعلا أن تنهار وتسقط بيد طالبان مع هذا الكم من السيطرة نعم علينا ربما أن ننتظر ونرى ولكن المؤشرات طبعا تتجه في هذا الاتجاه أنا لن أقلل هنا من إمكانية ما يحصل ولكن لا نعرف بأي وتيرة هناك أقليد في أفغانستان أن الأمور عندما تبدأ تبدأ بزخم قوي وهذا ما نراه الآن برأي المسألة جدية جدا وتتركز خاصة حول القدرات الجوية لأن القوات المسلحة الأفغانية كانت تعتمد إلى حد كبير على سلاح الجو وبالتالي على التدخل الأمريكي لذلك الآن القوات الحكومية تعاني من هذا النقص في الدعم الجوي والخبراء الأجانب الذين ساعدوا القوات الأفغانية على المحافظة على سلاح جوها بدأوا يغادرون أفغانستان إن لم تكن هناك طريقة لإعادة الدعم الجوي للقوات الأفغانية أخشى أن حالات فرار الجنود أو الاستسلام ستزداد وبتالي لن ننتظر كثيراً قبل أن نرى انهيار الحكومة الأفغانية ولو انهارت الحكومة الأفغانية النتيجة لن تكون تعزيز الطالبان لانتصارهم بل ستكون بداية لحرب أهلية شاملة حرب أهلية لن يكون فيها فريق واحد قوي ولكن سنرى فيها الكثير مما يشبه الحرب الأهلية في القرن الماضي دكتور فضل أين العتاد الذي لدى الجيش الأفغاني أين قدرة الدولة الأفغانية على السيطرة كل هذا التهاوي في سيطرة الدولة على المعابر الحدودية الأهم وعلى مناطق شاسعة وقعت في أيام قليلة أين الجيش الأفغاني حتى المدرب تحية لكم ولمشاهديكم الكرام نعم الجيش الأفغاني ما تبقى من الجيش الأفغاني من القوات الأفغانية المسلحة هي داخلة في الحرب مع حركة طالبان وهي في معركة الكر والفرما الحركة بالرغم من تقدم حركة طالبان وتبقى القسم الآخر من الجيش الأفغاني في المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان هذه آد الجيش يعني بعض أفرادها وقعوا في الأسر وبعضهم صرحوهم حركة طالبان أما العطاد والأسلحة الأسلحة الثقيلة والخفيفة أيضا فقد وقعت بأيدي حركة طالبان وهذا القسم الذي وقع في تحت سيطرة حركة طالبان وتبعا هذا يعني بذلك انهار جزء من الجيش الأفغاني وتبعا نحن في أفغانستان جربنا انهيار الجيش وانهيار الدولة تبعا الحكومات تأتي وتذهب وتتغير ويجب أن تتغير الحكومات لكن إذا انهارت الدولة ومقومات الدولة وأركان الدولة الجيش والأمن وأيضا الشرطة والوزارات والمؤسسات الحكومية والطرق والمطارات فهذا يعني انهيار النظام وإذا انهار النظام يعني بعد ذلك أفغانستان لا تتاجه إلى الحرب الأحلية فقط وإنما إلى ملوك الطواف وقد تتكرر مأساة التسعينيات من القرن الماضي لكن هذه المرة بشكل مخيف وأكثر وطأة وأكثر شدة من التسعينيات في القرن المسلم لذلك يعني سقوط الجيش الأفغاني واستسلام فراد الجيش إلى حركة طالبان وتبعا هذا يعني انهيار الجيش النظامي انهيار الجيش النظامي وفقدان الأسلحة وتفتيت الأسلحة وبذلك إذا انهار الجيش في بلد مثل أفغانستان فمعن ذلك أن هذا بداية انهيار مؤسسات أخرى للدولة وهذا مخيف ولذلك على الفرقاء الأفغان على حركة طالبان وعلى الحكومة الأفغانية أن يمنع انهيار الدولة ليست الهكومة الحكومة الأشخاص والأفراد يذهبون ويتمون وهذا لا يؤثر حتى في الدول المستقرة لكن في أفغانستان أنا أعتقد وأرى أن انهيار الجيش الأفغاني هذا بداءة انهيار الدولة لا سمح الله سيد مارفن هل لدى واشنطن والقوات الدولية لكن واشنطن على وجه التحديد ما يمكن فعله وهي الماضية قدما في الانسحاب وحتى سيكتمل هذا الانسحاب قبل أبكر من الموعد الأول الذي حدد له مع مشاهدة هذا الانهيار والتهاوي هل ستفعل شيئاً؟ أمريكا امريكا اتخذت قراراً بسحب كل قواتها كان بإمكانها أن تحافظ على بضعة آلاف من الجنود لمحاربة الإرهابيين وكذلك لاستعمال قدراتها الجوية دعماً للجيش الأفغاني ولكن أمريكا قررت أن لا تفعل ذلك وكما أشرت القوات الأمريكية ستكون قد غادرت أفغانستان في غضون أسابيع بالتالي لا أعتقد أن أمريكا يمكنها أن تفعل الكثير لقد فعلت كل ما في وسعها لمحاولة التوصل إلى اتفاق السلام ويمكنني أن أضيف أنه ربما سنرى نوعاً من اقتراح اتفاق سلام يأتي من قبل الطالبان لأن الطالبان يعتبرون الآن أنهم أصبحوا في موقع عسكري قوي يمكنهم أن يحصلوا على تنازلات ديبلوماسية كثيرة ولن يفاجئني أن يأتي الطالبان الآن باقتراح للسلام وذلك يمكنهم من السيطرة إلى حد كبير على أفغانستان من دون السيطرة العسكرية أو الفوز العسكري ويكون ذلك أكثر مشروعية دكتور فضل هل المسألة متعلقة فعلاً بوقف إطلاق نار مقابل إطلاق سراح سجناء هل المسألة متعلقة بالسجناء الخاصين بطالبان أم أن المسألة أكبر من ذلك وطالبان فعلاً دقيقة تبعاً ممكن ننظر إلى ما تفضلتم به من جانبين من جانب أحياناً عندما تتسارع وطيرة الحرب نرى أنها أيضاً تؤدي إلى بدء المحادثات والمفاوضات بين الطرفين لأن تسريع الحرب وتشديد العنف يكون بهدف كسب نقاط على طابلة المفاوضات وأن يكون الطرف أقوى من الطرف المقابل وبالتالي يحصل على مكاسب سياسية على طابلة المفاوضات هذا من جانب من جانب آخر ممكن تؤدي الحرب إلى انتصار كامل أو انتصار جزئي لأحد الأطراف كما في حالة حركة طالبان ولكن هذا وارد أيضاً ولو بشكل نسبي في احتمال قوي أن هذا وارد تقارير تقول أنه إذا استمرت وطيرة الحرب على الشكل الذي هي الآن فهذا قد تؤدي إلى سقوط المدن الكبيرة مثل سقوط المدريات وإذن المعابر الحدودية المهمة لأن حركة طالبان الآن تسيطر على أكثر المعابر الحدودية المهمة التي توصل أفغانستان بدول الجوار وإذن بقي معبرين مهمين فقط بأيدي الحكومة هي معبر الترخم في شرق أفغانستان مع باكستان ومعبر حيرة مع جمهورية أس باكستان لما بقيت المعابر فهي بأيدي حركة طالبان فإذن ممكن هذا يعني كما قلت له ممكن ننظر إليه لكن في الفترة الأخيرة هناك بعد المساعي ولو كانت هي الاستحياء لكن المساعي بدأت لتوصل إلى حل سلمي ومحاولة أن يجلس أن ترغيب حركة طالبان للجلوس الحكومة ما حصل في التهران وأيضا ما هو متوقع أن يحصل في باكستان لأن باكستان تريد هي تعيد حاليا لمؤتمر وأيضا في مناطق أخرى لكن يجب المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالذات حتى تستخدم نفوذها لدى حركة طالبان وأيضا لدى الحكومة الأفغانية لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي من كابل دكتور فضل الهاد وزين ومن واشنطن لا تكون سعال يا فغانستان شكرا جزيلا لكم ماتوري